كشف عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان محمد سعد الدين عن امتناع الحكومة المركزية رسالة مبالغ السلف الشهرية التي ترسلها لأربيل بسبب الخلاف بين الطرفين مبينا أن عدم إرسال المبلغ سيؤدي إلى أزمة في الإقليمة وأقال أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن تنفيذ قانون الموازنة كانت السبب في امتناع الأولى عن إرسال مبلغ 200 مليار دينار كسلف شهرية وأشار إلى أن عدم وصول المبالغ سيؤدي إلى أزمة في كردستان وعلى الجميع تدارك الأزمة مشددا على ضرورة عدم تأخير رواتب الموظفين وتحميلهم وزر الخلافات السياسية بين الطرفين